ألا معكن بعد وحلي يكون فيه طاقة أكتر ألا معكن ألا معكن ألا معكن أهلا وسهلا بكم أهلا بها الطل يا هلا كل وسائل الترحيب كل عبارات الترحيب يا هلا يا هلا تخيل أنت يعني كنت أمك أمك يعني مش أمك مرت بيك شحطتك من البيت يعني ضربتك سرقتك شحطتك من البيت إن بيك مرد جي يتشقع لي أنت موهول أنه مردان بيك بس مرت بيك ما قادر تشوف وجه لأنه ضربتك وهنتك وسرقتك بس جي يتشقع بيك يعني بالآخر بيك حملها الشنطة وريكة لعنده تشقع ليه بتقوم مرت بيك تعمل لك حفلة وهيك وعشا وتستقبلك عأساس أنه أنت جاي فرش تصير تستقبلك أنه أنت سايح حبيبتي أنا مش سايح أنا جي ركد شقع بيك مغترب حبيبتي أنا مش مغترب أنا جي يعني شوف بيك طيب مهيجر أنا مش مهيجر أنا شحطيني من البيت يعني فالل من هون ملبع مرت بيه وما بتفهم بدت عامله أكسترا حبيبتي أنا مش حوط بلا زاكرة مرت بيه نسيت أنه هي لشحطته وضربته وهانته جي حبيبي لا سواح حبيبي كامتو لابدون لا سواح ولا مغتربين ولا منتشرين ولا مهاجرين اسمه نمهجرين أوكي أهلا بهالطلة وأهلا بالصيفية ويا هلا وكل شي بتكون يا ما اختلفنا بس وقفوا تتعاملوا معهم على أنه غربة ومنبع مصاري ودولارات هاو كمان بيوم من الأيام صدقوا أنه الليرة بخير وحولوا دولاراتهم لبناني وجمدوهم بالمصارف حيش بقى وهربوا وفلوا مش كلهم زيبين معهم كومة دولارات في منهم ما معهم شي يعني هلا من أربع قاب يعني وبطالع هربوا شحطون هجرتون معهم ما أو أحكن أنه مسعرين لهم الشليات على الغالي 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 مسعرين لهم أنه كل شي على الغالي بالدولار وعطيهم أوبشن أنه يدفعوا بالدولار وكل شي ما تلت تربيعهم ها وفلوا هلا يعني ما أنه بتير أنه تتكلوا عليهم هلا أوكي في بعضهم أنه مهاجرين من قبل ما اختلفنا أنه مش كلهم هيك روقوا يا فجعانين روقوا هيك بتحسهم عم بيستقبلوا أيتي أمات يا تماما في الفئة فرتني ضحك مبارع قال لي يا أخي كانت الليلة بستين دولار هلا لا ميتان نكنصب وإحتيال يعني هن بيسرقوا بالشتوية و و و أنه هيك بيكتبولون بيشتغلوا عم شاعرون أهلا بهالطلة ومدرشوه وبينسبون بالصيفية و يعني كتير أنه كتير نحن كلنا بدنا أنه نحن مش مبسطين يعني بالصيفية و ننعش الاقتصاد هيدا لقلنا كمان نحن منه مبسط و مبسطين ونحن من دعاة أنه تعو مبح صوتي أنا وقلكم تعو وما في شي قدمة أنتم مفتكرين يعني بس أنه مش أيتي أمات الجايين بشر و عم بيفلحوا فلاحة اللي يطلعون المصاري يعني لا وصار الهيكل وطريقة التعاطي حتى اللبنان العادة مش أنه الشركات أو الدولة أو هيك أنه آه هيدا بيقبى الدولار يا خي بيقبى الدولار إله أنت شو إلك معه أنه مش ضروري إذا بيقبى الدولار تصير أنه مجبوري عايشك هيدا عم بيتعب فيهم وحر فيهم مش لازم أنه كلمة شايف حدا أنه يناولوا يعني فكرة أنه هيك في فكرة أنه معممة أنه مشبورين ببعض ما يخيل لا في ناس يعني مضبطة حياتها على أساس أنه تدفع هيك وهيك وهيك وقصطاطة وعم بتقصة سيارة وعم بتقصة بيت أنه مضبطة حياتها على هالأساس يعني اللي تشاريتي عندها أنه هالأد يعني ما عامل حسابه أنه أنه في ناس من هارة حوليا يعني اللي تشاريتي تصير أنه أنه نص معاشا أو ثلاثة ربيعه إيه يعني يعني اللي بيقبض أنه ما أنه غني أنه ما أنه غني طايف عنه عادي أنه مثل ما وقت كنا نحنا نقبض دولار أنه كان معنا نجي نرشرش على العالم يعني أنه عادي طيب سؤال برات الموضوع اللي أخدين انترنت من أجيره واقف بكل المناطق يما بمناطق معينة يما شو وضعه بواحد تموز مش قالنا الوزير أنه أول ما يجي هالتاريخ المجيد واحد تموز بتعلى الفاتورة يعني بتبلش تشرج علينا ضرب سبعة وبيمشي الحال وبيمشي الانترنت تمام بصير بسرعة هائلة وكله بيمشي الحال يما شو الوضع أجيره تحديدا هلأ بس عن أجيره عم بحكي تاني شيء أيضو عندكن تذكروا منيح تذكروا أصحابكن وأحبائكن وليتكن وعيالكن وإخواتكن أنه اليوم واحد تموز ورايحين على ويك أند تخففوا ستوريز تخففوا فتح فيديوز صور بلا طعمي هايدي تبع بونجور مع وردة فيديو استقحنك ما فيه تقشف 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 بالواتساب تقشف بالإنترنت تقشف بالإنستغرام تقشف بكل شيء السوشيال ميديا خاصة لما تكون برات البيت ترارارام هايدم صايب هايدم صايب ما بقى فيك دغرة تق تفقص الستوريز أو تطلع لايف مثلا وووووووووووووووووو وين؟ راحت ايام ال nayive شو أنا أخدت عشرين جيجا من جمعة من ألفة ومتي ستياع شهر كرمل أعطي رأيي وعا صار بدك تعطي رأيك صار الرأي تعطي رأيك حق ومصاري بس والله وحياتك بيقعدوا بلا أكل اللبنانية مهم يعطوا رأيهم مهم مش يعطوا رأيهم عادي يفوتوا ع رأيك يعطوا رأيهم برأيك هاي بيدفعوا حق ومصاري أو يعطوا رأيهم بفستان مثلة أو بغنية فنانة أو بيعني أي حدا يعطي رأيه بأي موضوع يعطوا رأيهم برأيه هيدا أهم شي عندهم مش قلنوا رأيهم هيك لحاله ساك ما بهمهم وأنا ما عندي مشكلة إذا كل واحد بيعطي رأيه على أكاونته لا عادي حرين هيدا حرية شخصية بس إنه يغتصب أكاونتك ويعطي رأيه برأيك هيدا القصة ويعتبر حاله ببيته يعني إنه ما يعني يعتبر حاله إنه هيك بين أهله وناسه يعني بدون مرحبة بدون إتيكات بدون إنه بالإذن منك عبالي إنه ناقشك بهالموضوع إنه فيه أشياء فيه بيقدر يعني بطريقة محترمة مرتبة فيه يقلي مثلا أو يقول لأي حدا يعني إنه عبالي ناقشك بهالفكرة مثلا حلو بيقدر ترتيب مثلا اه ممكن مش غلط بس لا بيفوت هو هيك بالعرض يعني عكس السير بحس حاله إنه إنه هيك يعني رفقة شو بدنا فيهون بيعملوا لتوتر حاكيني على التليفون كل يوم مرة مين هيدا كتبها آه كل الأرتكليات اليوم وداعا للألو كمان وداعا للألو بيحرز هذا ويبسايت الو تي في بشوفوا قدامي هلأ آه أجيرهم عندهم مزود آه أجيرهم آه بكل المناطق أوكي أنا شفت إنه طفوا باستكرت ببعض المناطق هلأ بشوفوا كلها خلونا بس نصبح ربنا لنقدر نحمل هنهار وهالناس وهالأجواء صلي يا ريمة بصوتك صلي خلينا ندعي سوا على طول وتصفل اللوب وتفتح لضروب كل الحزن والنهم بيزود بسلواتنا يوهان الطفل اللي بقي أكتر من شهر بغيبوبي وانتقل لجوار الرب اليوم الصبح للأسف كان خبر سيء وحازنين صباح اليوم خاصة وأنه كل حدا بيعرفه بيعرف أهله أو ما بيعرفه رفع له الصلوات طيلة هالشهر بس الرب اختاره وهيدي ما شئته ما بيعرف إذا نحنا رح نصليله أو لازم نصليله يما هو الملك اللي ما عنده خطايا ولا زنوب هو اللي رح يصلي للكل ويصبر أهله وعيلته على غيابه لروحه السلام ولكل الأطفال اللي عم بيفلوا وبيحرقوا قلوب كتير وهينا بآخر يوم من الأسبوع ما فينا ما نشكر ربنا رغم كل نقنا على كتير أشياء مش عجبتنا بحياتنا ما فينا ما نشكره على رد كتير أشياء كان ممكن تصير معنا ومصارد يمكن ما منعرفها وما شفناها بالعين المجردة بس أكيد كان بيسوى تكون الأيام بعد أسوأ وأتقل من اللي عشنا وأكيد أنه ربنا بكتير مطارح شيء بحياتنا اللي بعدها لليوم عم تتغير وكل يوم معرضة لكتير من الصدمات والمفاجآت غير السارة وكل يوم حاطين إيدنا على قلبنا من كل شيء صار وبعد معقول يصير بلا استقرار بلا أمان بلا سئب اليوم ولا بالبكرة عايشين بمهب المتغيرات والأوضاع اللي ما عنا عليها ولا جنس الكنترول ما قادرين نخطط لللحظة ولا للبكرة حالة ضياع ولا استقرار وما في شيء بهديهم وبهدي هالعواصف جواتنا غير هيدة راحة البال والسلام اللي بتقدر تحطي جواتنا كل ما نفعلنا وكل ما غضبنا وكل ما حزننا وكل ما فشينا خلقنا بمطارح غلط وكل ما هالإشي أثرت على أعصابنا وعلى صحتنا وعلى علاقاتنا بالناس اللي منحبها يمكن هن ما يفهموا ردات فعلنا خياراتنا سوق معاملتنا بعض الأحيان ونحن ما منشكي غير لقلك منا حاملين همومنا وخيباتنا واحدين نبرم فيه عن ناس نكسب عطف وتعاطف خاصة وأنه عارفين أنه كل واحد هم معقدته وأصلا ما حدا يدر يحللنا مشاكلنا وليس عدنا وحتى يمكن عنا أنا عاقنه من أول يوم جينا عاها الدنيا لليوم كل مرة تعثرنا فيها كل يوم وقعنا كل يوم قمنا كل يوم استهلكنا فيها هالقوة اللي عطيتنا إياها وكل يوم خفنا ونجرحنا وتقلمنا من طالبك أحيانا بطعوضات من لقي حقنا عن كل الايام الصعبة اللي عشناها وعا منعيشها لأن حل الحياة إنها تضحك هي لحالة عموما ما بتضحك هي معركة ما بتخلص كل ما لقتنا قمنا من مصيبة من ضربة وانتصرنا قبل ما تخلينا نستمتع بلزة الانتصار بتكون حضرت لنا معركة تانية هي الحياة ما بتكافئنا بتكافئنا وتعود وتمسح الدموع وتعطينا اللي قلنا زمان ناطرينه إذا كنا بحسب النوايا نرزق فما في حدا أدتك بيعرف بالنوايا وبالأفعال وبالأعمال فليكن لنا بحسب مشيئتك أمين صلي يا ريمة صلي يا ريمة بصوتك صلي خلينا نتعيس وانا طول وتصفى لقلوب وتفتح لضروق كم الحزن والهم يزور صوت الخلف نازل في أجواء رومانسية وخدني معك كان الصوت الذي أغفو على همساته تقول نامي حبيبتي كل شيء سوف يكون على ما يرام وكان الصوت الذي يوقذني من نومي قائلا قومي حبيبتي لا صباحات من دونك بس لا تعرف كان فعل ماضي لا صباح الخير ولا مساء الخير ولا تصبحين على خير وظل في صباحات من دوني ولم تكن الأشياء على ما يرام بعض الوعود كذب 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 ونحن أغبياء 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 والقانون لا يحمي المغفلين والمغفلات بتأهر بس بتصير ونحن كائنات تعتد على كل شيء بس أحياناً يعني منكون حاجتنا لبعض الأشياء يعني بس هيك حاجة نفسية بس حاجة ظرفية تبقى أدماء الأمور كارثية حوالينا تبقى عواطفنا حسيسنا تجاه الأشياء هيك ضعيفة مش ضروري تكون لو الظروف أحسن حاجتنا لقلق أحسن يعني نحن لو بأوضاع أفضل بتمرق الأشياء أخف علينا الصدمات بالصدقات بالعواطف بالأحبة اللي بفلوا لو حياتنا منيحة شغلنا أحسن وطننا أفضل طريقتنا بالترفيه عن النفس بأفضل حالاتها يمكن كنا بحال أفضل بس لما بتلاقي كل الدنيا ضدك يعني عرية المصريين تبقى أنت والدنيا علي آي بتصير صعبة مشان هيك عم نستعصعبة بس يلا أوقات بيجوا كلهم مع بعضهم لتتخلص منهم كلهم مع بعضهم وتفرج قولوا قولوا إن شاء الله قامت أوكي يا عكرا خليني خبركم يعني شو أزواء الكواكب يفريج برهم بحكين رفيقي من دبي مفروض عيش أحلى عيشة يعني قلت له وينك قلت له قلت لك زمان أنه ما حكيتني قلو شي جمعة يعني مختفي ونحنا بنحكي كل يوم مئة مرة قللي أنا مش منيح هاي الكواكب قلت له أكي إنه هو ما عنده شي ينقق عليه يعني يقول الخبز البنزان معاش مش قابد إنه كهرباء كذا ما عنده شي حتى بالكواكب فيبدو الكواكب عم بيام من صوت كيندا إنه عم نت أوكي عنجب ليك شفتيني هالقرب بعتي لهم بعتي لهم مكتوب هلأ بغرب الزلط مودي حطلي حطلي أنت الأولى بغرب أسمع هالغنية بيرجع للإيقو هيك بحس حالي شو أسمع أنت الأولى طبع سمير رسعي عم بقلك I'm not أوكي شو بتبع تعطيلي كيف مغلط مغلط هلأ وقته هلأ وقت الهوى بالألف مأسورة بخفف استرس إذا كان الهوى الجميل يعني مش الهوى هيضاك عزبني تعزبك وما يخلص على الدراما وبكة وقهر وتعتير الهوى الجميل هلأ ممنوع كل هوا طبع دقلتلك مردت وأنا شو بعنيلك وأنا شو بالنسبة لقلك ونترك ونتخانق وتعصيب لأ هيدا توكسيك نو هيداك اللايت اللذيذ المهضوم الفيه ضحك الفيه فراح الفيه سهر هيك الصيفة كيف هلأ عم بنزلوا أغاني صيفية اللايت هيك بدون طبع التفكير وشو بالنسبة لقلك وشو آخر تعلاقتنا وشو بدي يصير بعدين نو 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 هاو طبع المورقية ما بيمشوا بهالزمن هالزمن بده شي هيك ما عم بفهم أنا شو يعني عم بحبه لزياد برجة عفكره بس انه وك يعني بس انه ما عرف ليش في شي اسمه واغاني صيفية واغاني شاتوية انه ليه بالشاتوية بدنا نقعد نبكي حبك واجع بعد وماي ليه وليه في اغاني صيفية انه للبيتش بارتي مثلا فيها وجهة نظر نكونو هولا المغتربين كمان كل شي عم نعملو هلأ للمغتربين مبدئيا منشيل بانويات منحط بانويات نسعر بالدولار منعمل حفلات كلو يعني مبدئيا نكرسين حياتنا لالكن يا هلا عم شوف كتير رسائل مغتربين على الشي اللي افتتحت في الحلقة اليوم ماهر من السوين لا انه بيحرمونا من بلدنا وبس نجي تشليح على الغالي اذا اصلا معنا شي اكسترا مش للحكومات تعرف انك منيك منيحة على الاقل بيبين بالصلا خلص حلق ما تحلل لنفسي تماهر وين توني من استراليا كان بدى اقرأ رسالتك العلاقة بالشي ايه عم بيقلي بيشتغل من الساعة سبعة الصباح للسبعة المساء لانزل على لبنان ايه وبيشتكروك ATM جاي ATM وتنقل ايمان من كاليفورنيا تانك يا ايمان دخلك قلتلي انك جاي صح وبخصوص هايدي واتساب من بره للبنان وكيف الصرف ومدرشو ما خصمين دقل مين عرفته فادي من كندا يسلم تمك فشيتي لخلقي انا جبت اهلي لعندي لياخدوا اجازة من جهنم اللي عم بيشو هون فيا فشل بعينه انزل على لبنان واعمل فيا سيح الخروف شو بدي خبري كريمة عايب النقبس ولا الحياة صارت نار برا انا بيدفع اجار شقة 3000 دولار بالشهر بيتورونتو مادام بونجور مادام الهام يعني جيت بوقتك يعني انا كنت مش عارفة مين بدي فش خلق اهلا وسهلا شرفتين اتفضلي مادام اهلا وسهلا بعتتلي هاي ريمة وين السوار ماتوا هني سبب اللي صار بالبلد قبضوا وسكروا طرقات وفلوا وين هلا يلا مادام وين بيتك تحديدا بعتلي اللوكيشون لأ بعتلك يهون ما هني بيشتغلوا عم بيت بيك لان تفضلي تفضلي مادام انا انا من السوار انا منهم اللي نزلت حبيبتي ما عبضت مصار يعني منين انت بتصير تجيبيون هالخبريات انا وكتير من اصحابي وبعرف هون كتار ولا لير عبضنا يعني منين جايبت هالاخبار ها اللي خبروك اللي مفروض جايين كانوا يزبطوا البلد وطلعوا لينا اخبار انه مقبضنا روحي لعندن انا مقيدة اسميك انت اللي ساعدناك من قبل مش هيك مش مظبوط مادام يا ملاء مين انت خدتي الحزب اي روحي عند الحزب نحن زعران و و منحرق دوليب ومنسكر طرقات ومنش عايشبو يشحطنا ونحن خرجين سفرات وللسفرات ما عم تساعد هالقييم صدقيني اذا صارت مرة تانية وحياتك لققبض ولقت زعرا عن جد هيك هيك طالع السيد بصدعت الهام بتحبني قال وبدييني انا ساعدة لان بتحبني اشو هالحب هيدا ما فهمت اه بس بتحبيني ما بديك ساعدك شو بديك طيب شو بديك بعتلك سوار شو بديك اذا حدا بلاحب يحكي مع مونة رقمه سفر تلاتة سبعة تلاتة تلاتة واحد خمسة خمسة سفر تلاتة سبعة تلاتة تلاتة واحد خمسة خمسة مونة عم تقلي مبين عليك انك مؤبطة صورة زعران خربتوا البلد الله لا يوفقكن إلهي يجي مني رب الأمل براسكن انتو الأعلميين المرتشين أنا لأمالجدر الداليا رقمه سفر تلاتة سبعة تلاتة تلاتة واحد خمسة خمسة لأبناء بلأ أخلي ما هيك رونيك قال لو عارفين لهون بدنا نوصل ما كنا عملنا قوادي ممكننا ضلينا زعران وعلمنا المجرة كيف بيكونوا الزعران لكن حلي عني إلهام لكن مش يعني مش ريقتلي يعني يعني بعدني ما عملتلك بلوك مش يعني ما حتى طاقت البلوك ما قليش لدتا رفتي هلأ بعطي التليفون لحدا يعملكن يعني حتى هي ما قليش لدتا يعني ما تحطي راسك براسي لأنه يعني 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 فكري أنه انفعل يعني عندي كتير إشياء بحياتي فكر فيها غير أنه رد عليك لأنه رأيك برأي ما بهمني ورأيك بحياتي ما بهمني ورأيك بسورتي ما بهمني يعني وعت فتكري أنه أنا أقصى أمنياتي كون عند حسن ظنك يعني تخطيت هالمشروع من قبل يعني أنه أنا بمطرح يعني بمهنتي بحياتي ما بهمني رأيك حبيبتي يعني وعت فتكري أنه أنا بعدني حتى بقدام على الهوى يعني عم بقولها مش أنه بكذب على الهوى وبقول أنه أنا بهمني اكسب أكبر جمهور ممكن لا بطل يهمني عرفتي أنا بكارييرتي وصلت لمطرح ما بهمني بقول رأيي بكل حرية وبقول شو عملت عالنا عالنا وبقول أفكاري مثل ما هي عجبت رجال دين عجبت رجال سياسة عجبت أمي بي جوز ولادي يعني ما بهمني ها أهم ناس بحياتي ما بهموني إذا عجبتن أو ما عجبتن بأدائي بأفكاري بأفعالي بالنواية يعني عرفتي يعني تخطيت هالمرحلة فكيف إذا فرد من المجتمع عجبه أو ما عجبه يعني وين وين أنا صرت وين أنت بعدك عم تحاول تستفزيني أنت شخص يعني يعني وإذا كلام أكثر مجربي جاي من 1980 إنت يعني كنا قبل أنه هيكل كانت المزيعة تطلع تقول أنا جمهوري حبيبي أحبائي أتمنى أن أصل إلى أكبر عدد ممكن وأتفهم كل الأراء وأتمنى أن أعجب الجميع أنا لا أتمنى أن أعجب الجميع لا أتمنى لا أحلم بذلك على الإطلاق أنا أنا ومن يحبني أهلا وسهلا ومن لا يحبني يعني لا أكترس لذلك عرفتي يعني بالثمانينات سبعينات كانوا هيك يحكوا المزيعات أنا بالألف 2022 23 يعني من أول ما طلعت على الهوى وأنا بحكي هيك سوجي كتير أنت أسود وأبيض علي أنا صرت وين بغير كوكب شكرا أكترس لك مش الحقائرة يلا يلا مدام اذهبي بسلام و أرخدي بيز ما بدي يكون عند حسن ظن الجميع وقلا ما كنت صرت ريمان جين شكرا ميحفي هاو بحياتنا يطلو من وقت إلى أخ يلا انبسط فيكن بتحبوا المعارك أنتو بس معارك صغيرة ما بتهمني أعطوني أكبر أكبر أحبك هيك كتير بانكي وأنا كمان بحب حاليك كتير اشتغلت عحالي لكون هيك وانا وصغيرة كنت هيك ما رأيت فترة حول المجتمع يدجلني يعني وأنه المحيط وأنه يعني هيك أنه التقليد و رجع مشي حالي هاشتغ أنا حرة يسعد صباحك معريمة من صوت الغد وعلى صوت معريمة في ناس عن جد لما يفلوا غربي ما شأنك نقول ما كان سكنك هلأ فينا نكابر كتير ونقول إذا فلوا فلوا ومنكمل بلاي هون وغيبون وجودون ومثل بعضا بس لأ لا بيجي يوم تستحق مشان هيك يعني كتبت هيدا الشي الصبح كان وكان في أوقاتك بضربك تضربك ساعقة حنين لحدك يقول كان الصوت الذي أغفو على همساته تقول نامي حبيبتي كل شيء سوف يكون على ما يرام وكان الصوت الذي يوقظني من نومي قائلا قومي حبيبتي لا سباحات من دونك واختفع مثلا آه صعبة غربة 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 تجو انت كتير مهضوم تجو من دبي بعتلي قال لي يرزق كل حدا مع الصب حدا متل الهام لا يفش خلق فيه أمين يا رب أمين يا رب أحمد نسويد كمان تمام كارلا سلامتك يا كارلا وصلت كارلا قال نالا يا هلا وقال نالا شو أهلا بهالطلي عم تقول وصلت السبت من السفر لأحد عملت كورونا ولا يا ريما مع ثلاثة فاكسين لو ما عملتهم ما بعرف شو كان صار فيه قد من زعجت من نسح الكورونا والفاكسين ضروري جدا رح عمل الرابع بعد ست شهور اف سلامتك يا كارلا شكله هالكورونا رجع ملعلع بس يكون مثلك لو واحد بالمية كوني تفضلي هاي الأجزام شو نقصك اوه ترندي الليبانون واتساب كان بعضو افتكرت له علاقة بالتسعيرة لأنه كل اليوم كله تسعيرة كان بعضو لمبارح بالليل ترندي راغب علامي واتنو لراغب علامي طيب ما خلاص طيب ما أنه ما عطيتو رأيكم كله بعد أكتر شي هيدول اليوم هلأ نحن عطينا رأينا يعني خلصة الخبرية يعني بس أنه أنه ما خلص رأيكم بخصوص هيدولي جماعة أنه أشطول جنسية من المفتكرين أنه أنه يعني رسائل أنه للدولة العالية لأنه أشطول جنسية وأشطول جنسية هلأ قالنا رأينا نحن أنه بخصوص أنه كان أصحاب مع المنظومة كل المنظومة ومصور معهم كلهم ونشروا له صور ومعهم كلهم ونشرجل ويعني ما بيسوا تكون ممثلة لهيك شعب لا النص الشعب ممكن لهو دول اللي انتخبون رجعون بلا خرجها تكون ممثلة لألون أفضل تمثيل بزيادة يعني بس بس انه خلص بعدين ابن شو بتكون فيه لابنه بس للحقيقة يعني ما بعرف إذا بتذكروا في فترة كانت انه واحد يتصور مع السياسيين ما بعرف أي سنة إذا بتساعدوني بالسنة بالضبط بالضبط 16 15 هلأ أيام قال لي يرحموا رفيق الحريري ايه كانت الفترة الذهبية انه يتصور واحد مع السياسيين كان فخر يعني انه كانوا كلهم يعني يتصوروا ويعملولهم حفلة خاصة وكانت كل المهرجانات برعاية دولة الرئيس برعاية هيك انه شخصيات انه كانت ويقعدوا قدام ويتصوروا معهم وفي فترة سعد السلفيات كانت فضيعة بس في سنة هيك كانت كتير يعني بأعياد ميلاد الفنانين دايما كان في سياسيين أنا بتذكرها يعني أي سنة بعد حرب تموز كرة المسبحة هيدا الزمن مدر لي هيدا الفترة يعني صار عيب كي يمونه ويديك بس كمينا يعني إذا واحد بفكر فيها بيروا بيسوى يغير رأيه يعني كان شيفون شي وغير رأيه إذا بيفكر فيها واحد مضبوط كتير سننين كان عندهم هيك الزمن ذهبي وينما يروحوا يرحبوا فيون ويعملولوا القصة وهي كان أي وقت الإنسان بيقدر يغير رأيه الغلط إنه ما يغير مش الغلط إنه يغير مش الغلط إنه يوعى يغلط إنه يضل نايم فهمين القنسبت غلط هون شعن بسير بالتلفنات هلأ جويس عقيقة زملتنا كاتبة وعملي منشن للأب عم تشتغل ولا الرقم 111 كيف معقول نتواصل مع شركة MTC العظيمة مثلا بالحمام الزجل شي مش مقبول عأساس الأب محل الاتصال طلعنا لا من دي ولا من دا طيب مين بيتحمل هلأ مسئولية مرور الوقت من دون القدرة على تعديل الخيارات تبعنا والله مهزلة كمان ألفة نفس الشي عم بيقولوا كيف ما تواصل معهم ومين بيتحمل مسئولية التأثير يبدو الشركتين ما حدا عم برد فليب فليب أبو زاد كمان زميلنا كاتب عزيز المشترك يمكن تفعيل خدمة رومنج من ألفة بالخطوات التالية سق ملكية مرهون لصالح تاتش كفالة من خمس أرباب عمل رهن كليا وكبد وطحال براءة زم مالية وأهلا بك الكل عنده مشاكل وكل وعي اليوم بدون بدون شي بيرصيده اي واحد تموذ شو بيكن خلص بير على تويتر العمى نمت معي ألوف الليرات وعيد معي 74 سنت بلشنا خلص ركتو مفتكر طوع عم بيمزح يعني وزير الاتصالات بس وعيين على لا أجيرو هلأ لا يجمعو له نشوية مصاري لا يعبو مزوت أو شوية أهلا بها الطلي ما بعرف منوين بدون يدبروها بيحرام هيدا ميآتي هلأ طالع كمان طلع يما طالع مبعف إذا وصل يقدم التشكيل السيناريو ما غيره طالع نازل طالع نازل طالع نازل طالع نازل لعون رح يقبل فيها لرح يقدم له أصلا تشكيل بتنقبل من عون ولعون رح يقبل له أي نوع تشكيل بس هيك أنه حركات وقال حسب معلومات الأمتيجي هلأ ميآتي عاطب على الرئيس عون أو عاطب أو عاطبه أو عاطبه وأبدأ أمامه استياءه من تسريب تشكيلته الحكومية معتبرا أنه هالأمر لا يجوز هلأ أنه أوكي الأسر الجمهوري أنه 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 تسرب التشكيل لا شك مين بدو يسربع يعني ما هنى شخصين الأسر الجمهوري سربة بس أنا ما عم بفهم أنه أنه مين مين آيل أنه ممنوع تتسرب أنه إذا تسربت يعني شو بيصير ليش أنه 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 ليه سرية وتتسرب عشو خايف شو هي أسئلة الامتحانات الرسمية يعني تسرب شو فيها يعني وعشو معصب هالقد ي طول عمرة بتتسرب أساسا كتير خلقه ضيق آه آني دال لأ شو بيقلهم المكتب أنه الأسر أنه لأ مش نحن سربناها ما في يقول هن سربوها أوكي بس أنه ما في يعني يقول ولو سربناها عادة أنه بتتسرب وهي شي أنه 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 شي علنة عادة وتتسرب يعني أنه معقول موقفي أنه قاعدين عم بيعاطبوا بعضهم عادتبني على كلمة أنه شي كتير مهزلة ما هي أساسا لعبة ما هي أنه هي تفصيل ما في حكومة ما كل مرة بتتسرب يا زلمة تعال قال لك وليه مش أنت لسربت مثلا مثلا وإنا أصلا شو خسني وليه ما بحس لماذا بروح على ويكند مبسوطة بتكنت قلولي شي قبل ما فل أهلا بهالطل وانت كيلالا جو برافو عليك جو أنت دايما نخليك على السمع هنا عملنا جو وعدفل يلا نتبرو عحالكن مبسوطة بالويكند ايه ما تفكروا بيه وتير ارا تير ارا ما تفكروا بشي بزع لكم يلا كلو بين حال بون ويكند يا ريم تحكو الوردات صرت للغد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر